اشتركوا في القناة وعشرين ثلاث وعشرين كل عام وأنتم بكل خير وأسأل الله أن يكون عام خير وبركة على الجميع طبعا اليوم القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو السبت واحد وثلاثين القمر ما زال موجود في برج الحمل في عنا خلو مسار ولكن رح ينتقل القمر زي ما حكينا في حلقة يوم الأمس الساعة خمسة وسبعة دقائق من مساء اليوم السبت رح ينتقل لبرج الثور من الحمل للثور وإحنا الآن في فترة خلو مسار مستمرة من الساعة اتناعش وثلاث واربعين دقيقة من بعد الظهر ظهر اليوم السبت لغاية الساعة خمسة وسبعة دقائق مساء بتوقيت درينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور يعني رح نحكي عن الانتقال ما رح نحكي عن مرجة الحمل يعني احنا في فترة خلو المسار وفترة خلو المسار هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش شيثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وسبعة دقائق مساءاً من مساء اليوم السبت القمر بنتقل بتوقيت درينيتش بنتقل وبستقر في برج الثور عشان هيك بنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكننا الاهتمام بمساء لها علاقة بالعقارات مثل استئجار بيت أو شراء عقار أو بيع عقار ولكن بسبب تراجع طارد بدنا نركز على العقود ونركز على العقار بشكل جيد يعني بدنا ندقق على كل التفاصيل يمكننا في هذا اليوم مثلاً قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز أو بمناسبات عائلية بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً في عنا زاويتين زاوية اليوم رح تكون ذروتها في ساعات الصباح اللي هو صباح اليوم الأحد الزاوية الأولى هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين عطارد وبين نبتون وهاي طبعاً مستمرة لغاية يوم أربعة واحد طبعاً نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تكون ذروتها اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية ما بين الزهرة وما بين بلوتو وهاي تأثيراتها لغاية يوم اثنين واحد طبعاً اليوم ذروتها واحد واحد ساعة خمسة واربعة وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش وهاي الزاوية بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجاباً بحيث أنها بتتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية الأخرى فأول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة وواحد واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية وتأثيرات هذه زاوية من ساعات العصر اللي هي عصر يوم الأحد ولغاية صباح يوم الاثنين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا العنق الحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا لأن القمر في مراحل النمو فيوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها اللي إلها علاقها بالرقبة أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لا إلها هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الثور معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين اثنين واحد بيبدأ في تمام الساعة عشر وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى صباح يوم الثلاثاء ثلاثة واحد لغاية الساعة ثنتين وأربعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر فاليوم عمر القمر المحدد عمره تسع أيام في تمام الساعة عشر وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره عشر أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب وتحركات الكواكب فعنا الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد هي اليوم سعيدي بنسبة سبعين في المية القمر في الثاورة حتى يوم ثلاثة واحد ومنتحس الآن بنسبة عشر في المية له موعد بث الحلقة ولكن بعد منتصف الليل اللي بداية منتصف الليل يوم الأحد وطيلة يوم الأحد منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارة في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمانطاعش واحد هو الآن سعيد بنسبة خمسة وعربعين في المية طبعا لأنه زي ما حكينا هو بشكل زوايا قوية ولكن ساعاته هاي بتغلب عليها طابع النحوسة رح تنتهي هاي الزوايا ولكن بظل في تأثيرات بتخفف من السلبيات ولكن ما بتلغيها أما بالنسبة للزهرة في الجدي حتى يوم ثلاثة واحد سعيدة بنسبة خمسة وعربعين في المية المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اتناش واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحمل لغاية يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم سبع ثلاثة بعدين بده ينتقل للحوت منتحس بنسبة عشر في المية وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين واحد منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% طبعا يوم 36 بيبدأ في عملية التراجع بلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة بعدين بيصير في عملية انتقال لألو لبرج الدلو هو الآن سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا يوم بيحمل معاه فرص إلها علاقة بالمكاسب المالية اللي بتيجي مفاجئة يا من عمل إضافي يا مستردات يا هبات يا دعم يا تحصيل يا ترتيب بعض الفواتير أو سداد بعض الالتزامات وهي طبعا بتكون مفاجئة وتدخل تحسين على الميزانية ما يعني فترة غنية بتوظيف ممكن نوظفها اجتماعيا أو مهنيا أو عاطفيا أهم شيء إنه ما تضيعوا الفرص وضفوا طاقتكم ذهنكم عندكم قدرة على الإقناع ترويج لسلعة معينة بتقدروا تضعوا حد للتساولات والالتباسات وبتقدروا تناقشوا أي موضوع بوضوحها برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود عندكم فابتدأ من بعد يعني بعد قليل تشعروا أنه بلشت هي ثقة بالنفس تظهر على الساحة الاكتئاب اللي ضغط عليكم اليومين الماضيين وعطل عليكم كثير من الأمور وفشلت بعض الأمور اليوم تبدأ تعويضاتها ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة خلال هذا اليوم ما بيستطيع أحد منافستكم حاولوا أنكم تطوو صفحة من الماضي أو تطووها خلال هذا اليوم لأنكم راح تبدأوا مرحلة جديدة بترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة نشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية تعتبر فترة ممتازة لازم تستغلوها وتبدأوا بأمور جديدة تكون لمصلحتكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر الآن وصل لبيت المتاعب عندكم فعشان هيك تبدأ الأمور تتراكم أو بعض الأمور ما بتمشي معكم مثل ما بدكم أو بصير في بعض المفاجآت السلبية خلال هذا اليوم طبعا هذه الفترة اللي هي فترة وجود القمر في برج الثور بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها بتخيب أعمالكم لسبب أو لآخر وبرضو في بعض المشاكل المالية بخلال هاي الفترة أهم شنكو لا توقع على العقد لا تحسنوا أمر لأنها أي فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهنوا عليها برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم خلال هذا اليوم يعني عندكو روما أنه في بعض الضغط عليكم إلا أنه في بعض الأمور اللي ممكن اجتماعيا تستفيدوا منها أو من بعض معارفكم أهم إش أنكو تكونوا مخلصين لصداقاتكم ووعودكم ممكن اليوم تحصدوا تأييد لا بأس فيه أهم إش أنكو تكثفوا ارتباطاتكم باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليون والصبر فبتفرحوا بانتصار مهني أو اجتماعي في نوع من أنواع الدعم عشان هيك لا تخلي الضغط النفسي أو الاكتئاب بسبب تواجد الشمس مقابلكم وتراجع أعطارد مقابلكم اللي بيضغط على طاقتكم بشكل كبير إنها تسيطر عليكم فبإمكانكم من خلال علاقاتكم الاجتماعية إنكو تحصلوا كثير من المكاسب برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن موجود في بيت السمعة وبرضو يعتبر بيت العمل والعلاقات مع المسؤولين فيعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو تعزيز العلاقة ما بينهم وبين المسؤولين ما هاي الفترة بتحمل ضغوط على عدة أصعدة أهمها الأمور اللي إلها علاقة بالسمعة فممكن تعمل خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين بعض الأشخاص أو تدخل في مغامرة بتكون وخيمة العواقب فعشان هيك حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين لأنه تعتبر هاي الأيام أيام متوترة ممكن يكون فيها مواجهة ارتباط مهم أو نوع من أنواع التوتر بتكون تحذر العناد والمشاعر السلبية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هذا يوم يعتبر من الأيام المميزة جدا فاليوم ممكن يصلكم خبر من أشخاص خارج البلاد أو من بعيد أو تنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو تعزيز العلاقة مع الأجانب أو الاتصالات أو الامتحانات الجامعية وبتزداد رغبتكم برضو في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ابتطمئن خواطركم في هذا اليوم وممكن ترغبوا بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف للأمور الفلسفية الأمور الدينية أمور اللي إلها علاقة بالقضاء وبرضو حتى على المستوى العاطفي في ثقافة جديدة أو موضوع معين اليوم ممكن يلفت انتباهك في مجال ما وتعتبر في هذه الفترة لفترة وجود القمر في برج الثور من أجمل أيام الشهر برج الميزان اليوم التركيز كله على الأموال المشتركة يعني القمر تحرك درجة من مقابلكم فعشان هيك اليوم بتركزوا على الأمور المالية فيه فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض يعني أي مال معك شريك فيه ممكن بنك ضريبة تأمين ميرات هاي الأمور كلها أموال مشتركة حتى أموال الزوج برضو في خلال هذا اليوم صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة إلى الرعاية تعتبر فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السعيد لا تغمروا بموقعكم حذروا من النزاعات والتذمر والتمرد ما تغمروا بأموالكم مهما كانت المغريات قوموا بواجباتكم بشكل تام وإذا كان فيه موضوع اعترار إلى الأمور المالية بدك تركز بالتفاصيل بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الآن موجود مقابلكم تماما في برج الثور خلال الأيام القادمة فهذه الأيام مناسبة إلى القيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو بوسعك تعزيز شراكاتكم سواء شراكات مالية أو شراكات عاطفية ما بينكم بين الأزواج سؤال وجواب أو اتفاق على أمر ما ولكن بسبب وجود القمر مقابلكم تماما فطاقتكم بتكون ضعيفة رغم أنه فيه نشاط للحركة إلا أنه سهل الإصابة بتعب أو توتر أو شد عضلي أهم شيء أنك تحافظ على خدوء أعصابك نبرد صوتك تكون يعني هاي الفترة فيها نوع من أنواع الضغوط فحاذر من تأزيم أي خلافات وحاول أنه تكون كلامك واضح احتفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا رغم تراكم العمل لأن القمر الآن وصل لبيت العمل والعلاقات مع الزملاء وأيضا بيت الصحة رغم تراكم العمل اللي عندك قدرة كبيرة على إنجاز الكثير من أعمالكم أهم شيء أنه ما تتغيبوا عن عملكم وما تهملوا فيه نظموا جدوى الغباكم خذوا قصد كافي من الراحة ما تدخلوا بأي مواجهات ما بينك وبين زملائكم بالعمل طبعا اليوم في عندك اتصالات تحركات وبتكثر عندك المسؤوليات العائلية والمهنية أهم شيء أنك تنظم مقتك وما تتأخر فيه مع بعض الانشغالات المالية أو التساؤلات حول وضع مالي إما فواتير أو دفعات أو سداد أو تحصيل أو مكاسب أهم شيء أنك ما تغامر بالوضع المالي ما تشك بنفسك وحاول أنك يعني تهتم بصحتك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد رغم التقلبات اللي بتصير عندهم بالمزاج بسبب تراجع وطارد وتقلبات نفسية عندكم إلا أنه اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو ممارسة نوع من أنواع هيك شوية حضوط بس ما تبالغوا في تجربة الحظ بسبب عطارد أنت اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي أو تقارب ما بينك وبين أحد الأحبة ممكن يكون أحد الوالدين أو أحد الأبناء اتجنبوا الانتقادات وسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك بتفاوض بمهارة وحاول إتمام العقود والصفقات التجارية ولكن بدك تدقيق بكل بند وبكل تفصيلة موجودة في هاي العقد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم لأنه القمر صار موجود في بيت البيت أو بيت العائلة فالاهتمام له علاقة بالبيت بتصلحات ترميمات شراء استئجار يعني الأمور العقارية وأيضا تعزيز الروابط العائلية يا زيارات يا مناسبات يا حدث عائلي ملفت للنظر أهم شيء تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو في بعض الضغط والمسؤولية الكبيرة فحاول قدر الإمكان أنك ما تدخل بنقاشات حادة أو مشاكل ممكن يكون في عندك ارتباط مهم اليوم وبرضو في بعض المصاريف المنزلية أو بعض الهموم العائلية اللي بتحاول أنك تحلها خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم يعتبر من الأيام القوية جدا عندكم لأن القمر صار في البيت الثالث اللي هو في برج الثور يعني عندك نشاط عالي قد رغبة بالاتصال الاتصالات والنقاشات والحوارات بتنشطوا بالدراسة بالسفر القصير الأمور اللي إلها علاقة بأجهزة الاتصالات ممكن تليفون سيارة تنقلات سفريات قصيرة ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة وبرضو بيكون الكنوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم تتمتعوا أنتوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف بتقدر اليوم تتكلم لأنه عندك قدرة على الإقناع عالية جدا وسرعة بديها قوية جدا بتقدر تنظم برضو جدول أعمالك لأنه من الضروري أنك تنظمه وترتبه عشان تتفادى الإهمال أو التقصير أو حتى الخربطة فعشان هيك حاول تستغل هذا اليوم بقوة لأنك عندك قدرة عالية جدا وكثير في أمور لمصلحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء